هل سيصبح أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة أسرى لتوهمات أو لأمنيات من يمين نتنياهو وفكرة البقاء في المنصب فكرة عدم وجود رؤية لليوم التالي للحرب يعني اسمح لي كيف إذن ستنتهي هذه الحرب أو هذه المأساة للفلسطينيين هناك قضية للأسف اختفت من الإعلام اللي هو فيما يخص هذه الحرب الدائرة وهي قضية الأهداف الحقيقية لنيتنياهو التي أراد تنفيذها في بداية الحرب والتي لم تتغير حتى هذه اللحظة وهذه الأهداف تتمثل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وكما رأينا في الوقت الحالي أنه يستهدف كل القطاعات في قطاع غزة ليس فقط الأهداف العسكرية ولكن المستشفيات المدارس الجامعات يستهدف الحياة في قطاعات يستهدف الحياة في قطاعات باتجاه دفع الناس إلى الهجرة من قطاع غزة هذا الهدف لم يتغير عند نتنياهو والدليل على ذلك أن الممارسات التي يقوم بضربها في الوقت الحالي هي كلها لم تتغير يعني كان هناك استهداف للمستشفيات في بداية الحرب وما زالت بالمدارس وما زالت في التجمعات السكانية وما زالت بالأهداف قبل فترة قصيرة كان هناك ضرب لأهداف متعلقة بالأنروة وهي مؤسسات أممية لكن هو سيجد إشكالية على الأقل حتى الآن مصر رافض مطلقا فكرة التهجيع واستقبال الفلسطينيين في شمال سيناء أين سيهجرهم إذا كانت مصر رافضة هل سيلقي بهم في البحر يعني؟ هناك هجرة بطيئة سيد العزيز لأهداف أو لأسباب متعددة يعني جزء منها صحي وجزء منها أسباب أخرى وهناك إحصائيات عن عدد من الذين غادروا من بداية الحرب نحن نتحدث عن عشرات الألاف وعدد السكان في قطاع غزة هم عبارة عن 2.2 مليون يعني ليس بالعدد الكبير الذي نتحدث عنه كما كان حال في سوريا اللي هو بعدد كبير ولكن مصر طبعا لن تسمح ولكن هذه الهجرة البطيئة أو السفر البطيئة هو يتم باتجاه دول أخرى ليس بالضرورة في مصر رغم أنه يوجد أعداد أصبحت كبيرة في مصر هناك عشرات الألاف الموجودين في مصر في الوقت الحالي وأتمنى أن تكون القيادة المصرية واعية إلى هذا المسألة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر